المفاجأات في كاس اوم افريكيا مستمرة ولكن النهاردة مش بس مفاجأة لدي كانت فضيحة تونسية منتخب ناميبيا بيحقق الانتصار الاول في تاريخه في كاس اوم افريكيا وعالمين على حساب تونس في مباراة غريبة جدا للمنتخب التونسي هل المنتخب التونسي خسر النهاردة بسبب اللاعبين ولا بسبب جلال القادري ده اللي جاء نتكلم عليه في حلقة النهاردة في حلقة النهاردة نتكلم عن مباراة تونسي ناميبيا ولمباراة النسول كورتاج في كاس اوم افريكيا فابل نخش في هاي حاجة انزل اعمل لايك كل مرة شوفني اعمل شوف القناة على الجرس عشان حلقات قهوة الكان تجي لك اول ما تنزل على طول ويلا بينا نخش في الحلقة اهلا بيك واجهة جديدة من قهوة الكان وحلقة النهاردة هنتكلم على المنتخب التونسي امام منتخب ناميبيا ناميبيا بتحقل الانتصار الاول لها في تاريخها في كاس اوم افريكيا شاركت في البطولة ثلاث مرات قبل كده ما كسبتش ولا مرة دي المرة الاولى في التاريخ ان هي تكسب مباراة في كاس اوم افريكيا والنحة التانية المنتخب التونسي بيواصل تعثره في مباراة اللي افتتائح منتخب التونسي اخر مباراة في ستائح كسبها كانت في الفين وطلتاشر بعد كده سلسلة تعادلات وخسائر في بداية البطولات ولكن منتخب التونسي نهاردة جلال القادري بدأ بشكل او بدأ بتكتيك او بدأ بطريقة ده يدل لحاجة واحدة بس انه هو ما تفرجش على المنبيا يعني اي مدرب في الدنيا او اي مدرب في اي فريق في اي منتخب في اي حاجة بيبتل انه هو يتفرج على فريق الخصم ويطلع منه اه نقاط القوة ونقاط الضعف سواء هو او فريق التحليل اللي شغال معاه بيطلع له النقاط القوة ونقاط الضعف بتاعة الفريق الخصم عشان يقدر يدرس الفريق ويعرف الطريقة المناسبة اللي يقابله بيها المباراة النهاردة ده يدل انه هو ما فرجش على المنبيا ما عملش حاجة انه هو نزل بلعب اربعة ثلاثة ثلاثة في دماغه انه انا هنزل اهاجم ولكن قبل نحط تاني المنبيا باسلوب صعب جدا اللي انت تهاجمه بتبدأ بتلاتة في نص الملعب محمد بن رمضان بتبدأ بيلياس خيري وجنبهم بن سلمان الثلاثة في نص الملعب مفيش فيهم لا بقاطع للقراط نفس المشكلة اللي المنتخب المصري واجهها قدام موزنبيق اللي عيبت موزنبيق كان بتستلم الكرة بتواجهها على طول اللي اتنين مدفعين محمد عبد المانيا محجازي النهاردة كذلك اللي عيبت نمبيا بتستلم الكرة بتقابل في أشياء على طول منتصر الطالبي وياسين مرياح الاتنين على طول. فيش نص ملعب. حش بيضغط. حش مهم حاجة. وفي التلت الامامي في التلت الهجومي. بلت بتلعب بيوسف المساكني ويه طه يا سيني خنيسي. وبتلعب بيه اه العشوري. طيب. العشوري ما بيلعبش في مكانه. يعني عشوري ما بيلعبش في مكانه. عصام الشوالي سلطة نبح طول المطش. يا عم الحج جيبي العشوري يحل الشمال في مكانه ونزل حد بيلعب ويلعب بيوسف المساكني كمهاجي مؤهمي وبينزل عشان زي تصفيات كاس العالم وزي كاس قوم افريقان تلعب التسالفة. ايه طيب? يعني مشجعين والمعالج المباراة قاعد وشايف ان ده المفروض يحصل. هل انت كمدرم مش عارف? طيب ده بنسبة لبداية الماتش. لبداية البداية الماتش. انت لسه بتقول باسم الله. طيب ناميبيا ناميبيا من اول دقيقة في الماتش. من اول دقيقة في الماتش. جل القدري هو عمل حاكتين. انا متأكد لو عمل كده. اول حاجة ان هو بصح لتشكيلة ناميبيا. قال لك اوضي بلعبه خمسة تلاتة اتنين. يبدا بيلعب فريق دفاعي جدا 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 طيب دي الحاجة للحاجة التانية. مين اخطر اللي لعب نمرة سبعة وارشال ويلي ومش عارف مين? طيب تمام يا شباب. يلا ننزل نهاجب وانا نضغط لعن ناميبيا. عشان نكسب المباراة. ده اللي حصل. مفيش اخبار. مش حاجة قالت كده. بس انا بقولك توقعاتي ان ده اللي حصل. مفرجش على الفريق مدرس ناميبيا. دخل ضد ناميبيا تفاجأ ان ناميبيا بتضغط عليك ضغط عالي شرس ومنظم جدا. ضغط عالي على حمل الكورة وقفل ممرات التمرير. مش مخليك تلعب تمرر. اخبارك في اوقات كتير واخبارك تقريبا طول المباراة اللي تتلعب كرات طولية في التلتة الامامي. فبالتالي بتلعب كرات طولية نسبة ان ناميبيا تستخلص الكورة من مهاجمين تونس بتبقى اعلى. فبالتالي ناميبيا بيستلم الكورة وبيروح. بيستخلص الكورة منك بكل سهولة. ليه لان ايه تا بدرستش ناميبيا? جلال القادري انا بتكلم عليه من كس العالم اتنين وعشرين بقول ان جلال القادري مدرب جابان. جابان. فكرة ان مدرب الجابان يقعد لحد دقيقة تمانية وتمانين عشان ينزل تغيير هجومي. ده غريب بالنسبة لي. اول تغيير عملته كان تغيير الطراري. خرجت اه اه التغيير الخنيسي ونزلت خلاص ده 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 تغيير الطراري هتعمل ايه? قعدت بقى الطول التمانية وتمانين دقيقة. بتفكر تعمل ايه? عملت تغييرين في الماتش كله. تلات تغييرات في الماتش كله. نزلت اه في اول ماتش اه بدل الخنيسي عشان تصاب. بعد كيه بينه الشيطين خرجت بالرمضان ونزلت العيدوني عشان تزبط نص الملعب بتاعك شوية. وهتجابت اخر ده ماتش. خرجت العشوري ونزلت السرار فيك. فانت بتعمل ايه? ماذا يفعل جلال القادري? بقاله سنتين. بقاله زرتين بعد منزر الكبير جاب لك جلال القادري. جلال القادري سيء. بيدمر تونس. بيدمر للمنتخب التونسي. اختياراته غريبة فيه تهون في لقابين كتير جدا اللي انت بجبتهمش. حان بقال قالك انا هستنى في مانشستر عشان اركز فيها. وفي الاخرى طريق اعار الاشبيلية سبتو. مش عقاب. في الشيء. بتغب تونسي النهاردة قدام ناميبيا. الكارسة والفضيحة زي ما انا كاتب في ثمان الفضيحة تونسية. ان الفضيحة ان ناميبيا تستحق الفوز. ناميبيا نهاردة جانت اخطر من تونس على مرماها. حد فاكر كرة خطر اول تونسي اللي هو اوه ازاي دي مغتش. حاش فاكر. انا مش فاكر. وتشهم الحارس. بس. باقى الماتش ناميبيا هي اللي بتحاول ناميبيا هي اللي بتوصل. ناميبيا اللي ما اسكه كورا. ناميبيا اللي بتحاول تعمل معك كل شيء. ولما نزلت اسل عايدوني في نص الملعب. ضبط لك شوية نص الملعب. خلاك نوعا ما بتعرف تقطع كورا. وتعرف تستخلص الكورا. وحتى عندك سعوبة فتلعب الكورة. انت عندك سعوبة كبيرة جدة فتلاقي بالكورة طول الماتش. مش قلت بس فشوت الأولقة. لا لا تلعب الكرة اكبرك نميبيا اللي تلعب كرة طويلة. لما لقيت كرة طويلة من المهاجم اللي تستمت علي في الكرة طويلة. فيش. فيش. طيب شويني نزلته بكلش مجزي. ليه ما نزلتش معاسي في الجزيرة. مش انت صدقيته وجيبته. نزله. دوس عليه. العب. اتنين مهاجمين. تلعب نميبيا خلاص. مش بقى على شيء. وده بتاعت الحد من نميبيا سجلت في الجون. بتاعت بالتنسب. غريب. غريب بالنسبة لتونس. تونس غريب بالنسبة لي مش مباراة النهاردة بس. لا ده من كاس العالم. لما كان فيه دك تكسبت دنمارك. دنمارك ساقتها خرجت مدزيلة للمجموعة. كان فيه دك تكسبت دنمارك. وبارتو كنت جبان. وكت خايف تهاجم. وخسرت او تعديلت الماتش. ضد استراليا خسرت بسبب ان انت جبان. ضد تونس. ضد فرنسا كسبت عشان هي ده ايه? كده. جيت معك كده. كان دي تشامب كان بيجرب لعيبة وكان فرنسا الدنيا تمام وصعد اول الدنيا جميلة فى يلا يا شباب. كسبت فرنسا. ولكن غير كده. جلال القادري سفر. سفر. جلال القادري ما عرفش يلاعب نميبيا. نميبيا اللي بتعتبد على لعبين او ثلاثة. لما يقابل مالي ولما يقابل جنوب افريقيا فعلا هنشوف الفضيحة اللي بجد. ونشوف الكوارث اللي بجد. كوارث بجد بجد دي المنتخب التنسي. ديش كلم تاني. تونس سيئة. كانت سيئة بكل المقيس النهاردة. ما قدمتش شيء. يسكر. ولا فردي ولا جماعي ولا فني ولا تكتيكي ولا شيء. هو جلال القادري بيعتبد على الكورتين. والكورة الطويلة اللي بيلعبها عشان ينزلها ليوسف المساكني. والكورة التانية اللي هو بيلعب الاطراف. سواء العشوري او مساكني. سواء عليك شريدة او معيول. بس. قل لي بقى طريقة تارية تعملين لو فريده قدامك. يعني قافل عليك ومش عارف تعمل حاجة قصاده. لا ما عنديش والله. هنفضي اللي في مكاني وهلعب بقى كور طويلة وعلق كور علق كور. وانا يلا بقى عك عك وربك يفك. دي الطريقة اللي بيلعب بيها جل القادري. مش حالة الله يسطورك بقى ولا رمي كورا للمن. لا لا. عك عك وربك يفك. يلا بينا نعك كلنا. وان شاء الله ربنا يكرمنا نجيب جول. كمان ساعة مالي وجنوب افريقيا هلعبوا. اجمل نتيجة او ممكن نتيجة اللي ممكن تفيد تونس هتعادل. لان لو حد فيهم كسب المبارة القادمة والمبارة اللي يعني اللي جاية والي بعدها هتلاقي نفسك في في مشكلة كبيرة. عايز تكسب مالي وتكسب جنوب افريقيا عشان تسعب او تضمن الصعود. ولكن لو تعصرت المبارة القادمة سبابة عادل او خسارة هتخش المبارة الاخيرة عايز تكسب علشان الفريق مش عارف مين يتعادل علشان تسعب احسن توالد. كارثة وفضيحة تونسية في قولة مباراته ما قلتش في ديحة جزائرية ضد انجولا ولا قلت في ديحة مصرية ضد موزنبيك ولا قلت في ديحة مش عارف ضد مين. عشان الفريق دي اتعادلت يعني جزارة عادل مصر اتعادلت موريتانيا اه خسرت النهاردة انك ما كللناش عليها صدق الوقت. تونس النهاردة بتخسر. من مين? مين ناميبيا قلت لك اخصرت من مينة افريقيا او مالية اقول لك تمشي. دول ناميبيا انا مش عارف. لو في الاخر تكررش يخصي واحد وراي انا في وبرات تونس وناميبيا قلت لك انت في كومنتز هل تونس قدر على الصعود من المجموعات ولا هتودع من دور المجموعات قلت لك في الكومنتز. ولو حلقة بضعة ستشعر من الله كل مرة شايفني امشترا فقناة على الجرس عشان يجيلها حلقات اول ما تنزل على طول. وانتابع لك على سوشيال ميديا تعطي فيسبوك وتويتر وانستقرات على تويتر كان معك مصطفى نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.